من قصر الرئاسة بالمعاشيق حتى مقبرة القطيع بكريتر من الميناء حتى المطار كل شيء في هذه المدينة معرض للنهب بيوت خاصة وأراض متاحف وصهاريج مؤسسات وبنوك فمنذ القلاب ميليشيا الانتقال المدعومة إماراتيا شهدت عدن أكبر موجة فوضى ونهب بتاريخها بتوصيف أحد ناشطيها وديع أمان الذي طلب تدخلا دوليا لإنقاذ مدينته المهددة بحسب تحذيره بالاختفاء من الخارطة هذا المتحف الذي أسس بعدا في ثلاثينيات القرن الماضي كأقدم متحف في الجزيرة العربية تعرض لأكبر عمليات نهب وسرقة طوال العقدين الأخيرين اكتملت بعملية سطو على بعض مساحاته في الشهور الأخيرة وفق مصادر محلية فإن المتحف الحربي تعرض لهدم أجزاء منه بعد قيام نافذين بإنشاء مباني جديدة ومحالة جارية وسط تواطئ من قوات الانتقال وصمت من مسؤولين في الحكومة الشرعية يحدث نفس الاعتداء لصهاريج عدن التي يصل عددها إلى خمسين صهريجا والتي بنيت لحفظ الماء وتوفيره وحماية عدن من كوارث السيول لكن النافذين وفي ظل غياب سلطة القانون قاموا باستحداث بيوت عشوائية داخل مساحات الصهاريج وقد وصلت عمليات النهب إلى مقابر الموتى حيث تشهد مقبرة القطيع بكريتر ترسيم مساحات لبناء عشوائي داخلها بالنسبة لمتخصصين في التاريخ والآثار فإن آلاف السنوات من معالم حضارة عدن تطمس أمام أعين العالم فملامح عدن القديمة تكاد تتلاشى بشكل شبه يومي نتيجة البيع والشراء في المباني والعبث في الأماكن السياحية فالأمر لا يقتصر على السطو على أراضي المواطنين بل يتجاوزه إلى تشويه متعمد لآثار عدن ومن المفارقة أن هذه الاعتداءات بدأت في 2015 بالتزامن مع تدخل التحالف السعودي الإماراتي وهي الاعتداءات التي لم تترك حتى الأراضي المحيطة ببرج الصمت وساعة بيكبين ترجمة نانسي قنقر